اتقلي من واحد شغال في ارتي قال لي هذا الكلام في ابو ظبي السنة اللي فاتل في شهر نوفمبر لما كان بيعتبني انت ليه بتهاجم الارتي قلتوله انه عمله واحد اتنين تلاتة قال لي لا تنسى ان فيه شفتات كاملة فيه توجهات فيه رأساء تحرير داخل ارتي اخوان ضد الدولة المصرية مش المحطة كالسياسة لذلك احنا بنقول وبننبه وبنقول للروس استمروا في علاقتكم معنا بصدق وبقول تاني لادارة ارتي في شرق الاوسط وارتي في موسكو اللعب بالنار خطر وخطأ ليه عملوا ايه قالوا ايه عملوا استفتاء تاني استفتاء انا اتوقع يعني مش اتوقع انا يبدو انني على يقين ان الرئيس تحرير الشفت او البرنامج او غيره ده واحد شمال 100% بيقول ايه قال المظاهرات في مصر عفوية ولا سياسية يا سلام هل ده اعلام هل ده صحافة هل ده مهنية المظاهرات هي فين المظاهرات اصلا اولا بص في صورة هل ترى احتجاجات مصر عفوية لا سياسية هي فين احتجاجات الاول الاول هو بيحاول رسخ ان فيه احتجاجات سلما سلما ان فيه احتجاجات ومظاهرات وبعدين بيسأل بيقفزOS اسأل هي سياسية او اللي عفوية دي اسمها رقاعة اعلامي انا بسأل بقى واعمل استفتاء بقول هل ما تقوم به روسيا اليوم ده نوع من الابتزاز الاعلامي ولا نوع من الضعارة السياسية انا بسأل اعمل استفتاء خلينا اعمل استفتاء هل من يديرون روسيا اليوم اخوان ولا اجراء عند الاخوان يلا استفتاء انا كمان اعمل لي يا مين استفتاء هل ما تمارسه ارطيه من استفتاءات بيمثل تعليمات اخوانية ولا العمل باليومية وبالاجر انا بسأل بقول على الدكتور دياء رشوان ربنا يقويه ان يواجه هذه الامور واحنا ممكن نعمل هذا الكلام نقول كلام كتير جدا في الاعلام بعيدا عن الدولة احنا بنقول كلام اهدي روسيا اليوم